خصوصاً الولاد الصغيرين اللي مش عارفة تأكلهم سمك أعمالي لهم الوصفة فيها يلاقوها كرنشي ومقرمشة شبه الفراخل مقرمشة جداً وطبعاً السمك ده حلو قوي لازم تأكل سمك والله المفروض الخبراء والعلماء بيقولون لا لازم العيال يأكلوا سمك على الأقل مرتين في الأسبوع حد فينا بيعمل كده؟ والله الناس اللي بتعمل كده دي تبقى ناس شطرة بقى استواحلية بقى بقى عبور سعيد واسمعالية وسكندرية والناس الجميلة دي لكن احنا هنا في القاهرة يعني أو أنا حتى أولاً جداً لما باكل سمك للأسف بس كل شوية جيلي صحوة كده صحوة الأمومة وهم قاعدهم النهار ده سمك وعملة كده وبقى حازمة فدي بقى بتنقذني بقى بيأكلوا سمك وبيقولولي يا الله حلو وعمل لنا وبتاعه فأقولوكم زي تعملوه بص تدبيلة السمك اللي هي التدبيلة الترادشنال العادية خالص كامون وتوم ولمون ملح وفلفل الطريقة البسيطة خالص بنحط كمان خل ونتأكد كده ان السمك وصلت له التدبيلة نيجي بقى للتدبيلة بقى الاهم بقى اللي هي قبل القلي عبارة عن اين؟ معايا كوباية دقيق عليهم معلقتين كبار من النشا معلقة صغيرة من البيكنج باودر رشة شطة ملح وفلفل هنحط كمان نص معلقة صغيرة كده من الكمون هنحط برضو ربع معلقة صغيرة كده من الكزبرة النشفة ومعانا توم بودرة مش هنحط بصر بودرة هنحط بس توم بودرة وهنحتاج نص كباية مية هنعمل ايه بيها نص كباية مية دي؟ انا بعد ما حط كل المواد الجفة دي مع بعض اللي هو التوم والكزبرة ورشة الشطة والبيكنج فودر والنشا مع الدقيق والملح والفلفل هقلبهم كويس قوي واخد منهم حبة اللي هو تقريبا من نص الكمية ازود عليهم شوية مية واعمل عجينة دي كده زي عجينة الكراب تمام؟ يعني احنا بعد ما نحضر الخلطة دي هنقسمها نصين نصي بقى عادي كده جاف زي ما هي والنص التاني هنحط له شوية مية ونعمله كده ايه؟ عجينة زي صلاتة الطحينة زي صلاتة زي الكريب مثلا عجينة الكريب تبقى سايلة شوية علشان نغطس فيها ايه السمك ونديله بعد كده تعفيرة في الخلطة من غير مية وفي الزيت بقى وتاكل سمك ما ارمش مالوش حاجة ان شاء الله يعجبكم هنطلع بولة وحط السمك هنا كده اهو شرائح السمك سمك بولتي اه في ليه او سمك قشر بياض في ليه اللي عندك واللي متوفر هينفع اهو هنحط ملح وفلفل ملح وفلفل هنحط كمون وتوم ولمون وخل اهو كده خل ولمون بس كده ودي كده تبقى التدبيلة العادية خالص اللي احنا كلنا بنعملها في السمك ملح وفلفل وتوم وكمون وخل ولمون اهو تمام هنسيب السمك في التدبيلة الزريفة دي ونجيب بولة تانية نحضر فيها المواد الجفة او المقادير الجفة ايه المواد الجفة دي تحس ان انا بقولك قصدي المقادير الجفة اللي هو الدقيق كباية دقيق عليها معلقتين كبار من النشا بصوا اهو كده كباية دقيق معلقتين كبار من النشا معلقة من البايكينج باودر او كيس بايكينج باودر يعني هنحط طوم بودرة كمون كسبرة رشة شطة خفيفة ملح وفلفل ملح وفلفل نجي الخلطة الاساسية كده اهو وزي ما قلتلكم هاخد منها في بولة تانية واخففها بشوية مية علشان نعمل نعمل لها قوام كده زي قوام سلطة الطحينة او الكريب فهحط كده شوية اهو مثلا كده وهنجيب المضرب اليدوي وشوية مية على الجزء اللي احنا حطناه هنا ده هنخففه كده بشوية مية ونقلب لغاية ما نلاقي القوام كو ايه تمام هعمل ايه بقى بعد كده هقوم واخده السمك الزريف ده واخده كده شريحة السمكاي اللي احنا اتبناها هقوم عاملة ايه هقوم غطصاها في الخلطة السيلة اللي احنا خففناها بمية معايا استاذة صمورة اهو حطناها الاول فين في الخلطة السيلة اللي احنا خففناها بالمية وهشيلها على طول على الدقيق بقى اللي ما تخففش بمية ولا حاجة كده اهو نزود زيت هيقلل شوية درجة الحرارة بتاعته وناخد شريحة السمك الحلوة دي ونحطها باسم الله ادي اول واحدة وهكزا نحطها الاول في الخلطة السيلة وبعدين في الدقيق كده هتلاقوا بقى بتاكلوا شوية سمك مقرمش مالوش حل كده اهو بس واخر واحدة عملناها مع بعض كده اهو وبرضو نضحرجها في الدقيق كده هذا الشكل الظريف ونسيبهم بقى كده مع بعض في الزيت كده يقرمشوا وياخدوا لون زريف ونطلعهم على طول في طبق في مناديل مطبخ وتكلي احلى سمك بقى ياه ياه ويبضل حتى وهو بارد مقرمش بلاش نغطيه اي سمك بتشويه او بتقليه لما بيتغطى بيطرق والقشرة بتاعته بتفصل عن السمك لما بتبقاش ضريبة فخلي بقليه بلاش ابدا تغطيه في دي كده مكشوف هيبقى افضل ونطلعين زمان كان ونغطي دلوقتي موجود انا عندي واحدة البيت ليه بغطي بيها اي حاجة بس تبقى مفتاحة مخرامة كده حتى ما تدخلش هاموش ولا اي حاجة مش عادة اسمها ايه شبه الناموسية كده دي زريفة جدا ان احنا نغطي بيها الاكل من غير ما يجي نطمن ما يجيش ابدا اي حاجة عليها وفي نفس الوقت نحافظ على الاكل يبقى مقرمش بسو اه صح يا استاذة لامون في منها بلاستيك وفي منها اللي هي الانواع كده شبه السلك عارفيني السلك بتاع الشيش كده ده فما يدخلش اي حاجة بتطير ابدا بس تبقى محافظة على الحاجة تصدقى مقرمشة ومتهوية مش مكتومة ومتغلفة بقى كده يعني بس السمك وراحته وشكله خطير اهو انا هفضع الحمر فيه كده وطبعا احنا عاملين هناك طبقا لذيذ قوي بس شكله عامل ازاي استاذة الصمورة هتجيبهلكم بارد لان احنا عاملينه من قبل ما نطلع مع بعض على الحلقة ولسه مقرمش وشكله يجنن شبه الفراخ المقرمشة والله ده حتى كاميرات التليفزيون ظلمات صراحة يعني هو على الحقيقة لولو احلى من كده كمان